موسيقى في البداية خلوني أرحب بالضيوفي وضيوفكم المهندس حمود الفضلي رئيس نادي الشباب السابق حياك الله ياه الأخي حمود شرفتني في الزيارة أيضا معنا رشيد العنيزي أمين سرنادي الجهرة المقال حياك الله الله حيك مشكورك قبل لا أن ننجح في موضوعنا وخلونا نناقش موضوع فرض النفس على الساحة الأخيرة وهو مثل ما قلنا هروب اللاعبين بصفة غير قانونية وبعض رؤسة الانديا قاموا الدعاوة على بعض اللاعبين لكن قبل لا ننجح في الموضوع الرئيسي خلونا نشوف وياكم هالتقرير ونرجع نحاور ضيوفنا أغلب اللاعبين يروحون لانديا بالخارج هم اللاعبين انديا الصغيرة مو لاعبين انديا الكبيرة طبعا أنا موافقهم 100% بالخروج من النادي لأن خاصة في لعبين مويزين قاعد تأتيهم عروض من انديا محلية ما قاعد يوافقون أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يعني اللاعب اللي يفكر على قولتك الهروب هذا يعني يمكن يكون ممرتاح بالنادية اللي هو فيه يبي يقدم شيء يبي يوصل يبي يرتقي يبي يوصل المنتخب فيفكرنا يطلع بره وهذا فأتمنى يعني على الهروب اللي قاعد يصير وأتوقع راح يزيد مع الأيام الياية أنه لازم يتحقق الاحتراف هنا في الكويت يكون فيه احتراف والله شوف هذا بالنسبة الموضوع هذا أعتقد أنه لازم يكون لها دراسة ولازم يكون لها حل ممكن بعض مرات تكون الأغراءات من بعض الدول تأثر على اللاعب نحن كلاعبين بالكويت نتمنى يبي يطلع بره يكون بصفة قانونية إن شاء الله بحيث أنه علاقة تكون ممتازة بالاتحاد الكويت وبالنادي نفسه إن شاء الله أنه يحاولون الأخوان كثر ما يقدرون خلال الأيام جاء يشوفوا نحل هذا الموضوع والله هذا السباب طبعا يعني لو الكويت أهم شيء تطبق الاحتراف الاحتراف راح يحد يعني راح يحل المشاكل هذه كلها راح يكون فيه عقود لللاعب يعني كل لاعب يشوف يعني مصلحته بالكويت إن شاء الله يعني إذا تطبق هالشيء المشاكل كلها راح تنتهي وراح يصر لها حل إن شاء الله والله يمكن مشاكل داخله بكل واحد مع نادية يمكن اللاعب يشوف مصلحته أنه يطلع يكون حر نفسه مرة ثانية ويرد الكويت وهذه أسباب شخصية كل من لاعب للاعب تختلف صراحة يعني ما احترامي الحق أندية صغيرة طبعا في لاعبين اللعب أندية صغيرة تلقى مثلا نادي يلعب درجة ثانية واللاعب تلقى زين وواصل فأود أنه يبرز ويصعد يروح مثلا نادي كبير فما في طريقة للهروب النادي إلا أنه يطلع بره ويرد يصعد للاعب نادي كبير هذا السبب يعني ما في سبب ثاني حياكم الله عزيزي المشاهدين أنا بطرح السؤال الأول على أخوي حمود الفضلي حمود أنت مثلا شايف يعني بعض اللاعبين احترفوا في عمان نعم أنت بوجهة نظرك اللي قاموا فيه هذا العمل صحيح ولا غير قانوني أولا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بديت حديثك بالهروب نعم يعني كلما تهروب شوي قاعد نشوفها صعبة هذا الوسائل أندي أهم أسموه أبنا ولاعبين فيعني أنا أعتقد أن هذا اللي قاموا فيه بعض اللاعبين هو البحث عن الاستغلالية البحث عن الذات يعني ممكن اللاعب هذا وهو حاس في قرارة نفسه أنه ظلم مثلا ظلم في نادية أو ظلم في بروزة الإعلامي أو ظهوره في الاختيار المنتخب وهو حاس في قرارة نفسه ممكن أنه مستوى ما يأهل أنه يلعب منتخب ممكن أنه مستوى ما يأهل أنه يظهر إعلاميا أو ما يكون عنده عروض بس وهو حاس في قرارة نفسه أنه يطلع بره ويرد مرة ثانية مستغل من غير قيود من نادي ممكن أنه يعني يروح حق أي نادي ثاني ويفرض أهوى يفرض شروطه على النادي اللي رأيهنا فأعتقد لو أنه يكون هناك آلية من قبل الأندية ومن قبل هيئة العامة شاب برياضة يعني لم هذا الموضوع لأن هذا الموضوع فعلاً راح يتشعب ويكبر لاحظنا أكثر من اللاعب انتقل وسبب مشكلة ولاعبين راح يطلعون وغانونياً راح يأخذ الانتقال لكن لا بد أنه يكون هناك حل جذري وتوافقي من قبل هيئة عام شاب برياضة من قبل الاتحاد الكويت وكرد الغدم من قبل الاندي الموجودين ووجود حلول وآلية معينة لحل المشكلة هالأنا أخي رشيد أنت يعني كنت أمين سر لي فترة يعني جريبة قبل ثلاثة شهور أربع شهور كنت في النادي يعني ما في حل هالقضية اللاعب يسجل في النادي عمره ست سنوات يتم لايعتزاله وما لحق ينتقل شون نحل هالقضية طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أنا بس بأتطرغ لنغطة بس تذكر أخوي حمود أن الهروب هذا طبعاً أنا أسميه هروب ليش لأنه لأنك مسؤول في النادي تسميه هروب أنا أسميه هروب تدري ليش لأنه يعني صارت بالخفة بدون لا يبلغ مثلاً أني أنا بأسوي كذا وكذا الشغلة ثانية اللاعب إذا كان زين أغلب اللاعبين حتى لو كان فيه نادي مثلاً درجة ثانية أو نادي مثلاً أقوتهم مغمورة وغيره راح تلاقيه ويوصل منتخب غيره هي المسألة مادية فقط لأغيره ولاحظ أغلب اللاعبين اللي طلعوا أنا أتوقع ويمكن إحنا جربناها يعني أغلب الأندية ما قصرت معه مادياً إن كان احتراف أو إعارة بره ما قصروا معه تبقى من حق أنا أقولك من حق اللاعب إذا كان فيه شيء أعلى هي طبعاً مسألة عقود وما عقود مثل ما قال يمكننا الأغلب اللاعبين التغرير كلهم تكلموا عن وجود حل لهذه المشكلة هذه لكن أنا لما أتكلم عن لاعب طلع فجأة شن الأسباب وليش به الفترة هذه والمصلحة منه وهل هذه راح تجي يعني الحين لما أقول مثلاً لاعبين زينين يعني خلق نقول مثلاً أي نادي من المتفوغة شوي في كرة الغدن بالذات في الفترة هذه إذا هو عنده نجوم وأصلاً زايدين عنده أنت يا اللاعب اللي طالع من ناديك وين بتروح شنو المركز اللي بتاخذه ممكن ما راح تحصل المكان بس مادياً مادياً ما يخال قعد الله النادي لانتقل اللاعب يأخذ خمسين ستين سبعين ألف أنت في النادي حاطين لاحة يمكن عندكم عشر بالمئة إحنا عندنا لاحة زين بس ما في مقابل عشر بالمئة من سبعين ألف يعني لا إحنا حاطين لاحة وحاطين عمر معين كعمر إذا وصلوا وخدم النادي لفترة معين يطلعوا من حقه إحنا نبيحل ما عندنا مشكلة يعني شوف الحين حتى أنت بالفترة الجاية لكن أنا بي نغطى بس يعني الكل اللي جاوبني فيها إذا كان فيه إجابة لها الشغلان ليش بالفترة هذه وليش اطلعت المشاكل كله بعد حل الأندية لاحظوا المشاكل اللي صارت له أنا ما فيه استغرار فيقولك لا فيه إدارة مثلا قاعد استغرار لا خارد رفريدي انتقل لا خالح حالة حالة صالح صالح مهدي مجموع من اللاعبين حالة ممكن لظروف معينة وسلكوا المسلك هذا لكن أنت لاحظت بشكل جماعي يعني أغلب الأندية قاعد يطلعهم منها ممكن حتى الأندية اللي يسمونها كبيرة أو متفوغة في كرة الغدم راح تلاقي عندها أيضا هروب فهذا توقف زين شنو الحل بوجهة الحل طبعا هو طبعا على العقود لأن مشكلتك لا عندك أغلب يعني أنت الاحتراف عندك جزئين لو كان عندك أغلب حتى لو كان راتب الأربع مئة دينار كان عندك أغلب موثغ وغيره يعتبر هذا احتراف فتنحل المشكلة زين زين وعفوان انتقالهم قانوني في الفيفا يعترف فيها الانتقال راح يعترف يعني قانوني الأمر طبعا لأنه راح يزعق الاتحاد وطاقة مؤقتة وراح يطونوا الحرية بس احنا نبي حل حل يا من خلال زيادة رواتب أو يحطوا مثلا مميزات للاعبين مثلا ان كان لعب منتخب أو لعب مميز فعلا واضح وبارز تكون لهم مميزات أيضا ماديا النادي ممكن إذا كان لعب مميز يضاف في عقدا للاه مبلغ معين أو مقدم أو إلى آخر فهذا اللي نتكلم احنا نقول للاعب مظلوم صراحة الأمانة كثير من لعبين مظلومين ليش ما عملتوها بعبد الله أنتوا كنتوا مجلسة دار ليش ما عملتوها الآلية هذه بالعكس احنا ما كنا نقصر يعني يمكن الشغل ما كان مثل الظهور اللي صار بشكل جماعي اللي صار لكن احنا كنا صراحة الأمانة يعني من مكافآت من مميزات من معسكرات اللي نقدر عليه يعني أنت في صلاحية كان احنا لو نتشعب الحين في شغلات كانت ممنوعة علينا بالإدارات السابقة احنا أيام ما كنا وفتحوها بحري في اللجان المعينة يعني يعني شون تعطي تصرف الحق المحترفين يعني أنا ما ودي أدخل من الموضوع هذا لكن أرجع بس خلنا أسأل حمود حمود أنت كنت رئيس نادي واجهته مثل هالمشكلة هذه في أحد طالب الانتقال ورفضته وفي أحد تلقى عرض ورفض مجلس الإدارة مثلا لا في عروض يعني في بعض اللاعبين تلقينا عروض حق اللاعبين وطبعا مشينا على أسس معينة بحيث أن اللاعب يكون يعني خدم نادية لفترة معينة اللاعحة أنتو حاطينها أو لهيئة الشباب لا لا هو طبعا بخصوص بخصوص المكافآت لا بخصوص المكافآت المالية هذه فيه لائحة ثابتة من قبل هيئة عام شب الرياضة وممكن حتى على أيام الأندي قبل حل يعني على أيام الكابتن الرشيد موجودة اللائحة المالية أما بخصوص الانتقالات فكانت يعني ضوابط وشغلات اجتهادية موجودة من قبل الكبات اللي كانوا مسلمين معنا في مجلس الإدارة أو في مجلس اللجنة المعينة فوضعنا على أساس بس عقب ما المجلس يعني رجع بحكم الحكمة ما مش على الأمر اللي أنتو حطيتهم مثلا هو عد المجلس دائما دائما نقول المجلس سيد غراراته يعني على لغات شخصية لغات شخصية ماشي ارجع لك نشاء بس عندي فاصل فاصل عزالي المشاهدين نرجع نكمل حوارنا حياك كمير العزالي المشاهدين رجعنا ورجعنا لظيفنا مرة ثانية أبو عبدالله قبل فاصل أنا سألتك عن انتغالة اللاعبين وحسب ردك كانت على أهواء أو على علاقات شخصية مع مجلس الإدارة هل صحيح أن اللاعب كان عنده أصوات انتخابية انتغل بحرية والعقص صحيح؟ لا لا هذا أمور أول شيء مرفوضة لا نتكلم بالواقع خلي العبدالله المثالة إذا نتكلم يعني حتى أنتكلم عن نادي الشهر لا نتكلم بشكل عام عشان لم يطلع نادي الشهر مثلا ب grill بتكلم عن نادي الشهر كجمعي عمية بالوقت الحالي نادي الشهر امانة يعني اللاعبين لا يدخلون في الجمعية العمية للأمانة يعني لا يوجد لاعبين ومن الطرفين من الجميع إنهم 후�تفغين أن اللاعب لا يتدخل في الجمعية العمومية أو يتدخل في تسجيل الجمعية العمومية ولذلك جميع الأطراف أو جميع القوائم المتنافسة أنه يتعامل مع اللاعب كلاعب في لعبته يعني أساس أنه يقدر يسيطر في النادي أنا برد أعلق على كلام أخذ رشيد بخصوص الظهور الجماعي لللاعبين في الاحتراف الخارجي هو ذكر أنها زادت بعد تعيين مجالس الإدارات لا أنا أركض شوي على نقطة هي ليست بعد تعيين مجالس الإدارات وهذه الشغلة طلعت بعد مسألة أصام الحضر يخلنا نقول موضح أكثر لقم ما ترك نادي الزمالك وراح بره لقوا فغرة في الغانون نادي الأهلي لقوا فغرة أنه يحق لللاعب الانتقال أو الاحتراف الخارجي إذا كان ملاعب محترف هذه الفغرة هي التي انتشرت عندنا في المنطقة بالفترة الأخيرة وهو الذي زاد اللاعبين في الانتقال الخارجي فركزوا عليها لاعبيننا وعياننا ركزوا على الشغلة هذه وفعلا يعني لقواها مصالحهم يعني مصالح من ناحية المادية فإحنا للأمانة دائما ما نبينقص على عياننا اللاعبين وإخواننا اللاعبين ما نبينقص عليهم في الكلام القول اللي قاعد عن قطة وكلام الجارح إحنا بدنا شو نقول نقول إنا خلنشوف لهم حل الحل يكون أما بمثلا إصدار قانون معين بحيث أننا نحافظ على لعيبة الأندية اللي موجودين ونكافؤهم ونتزلهم لمكافأات وإذا اللاعب زين شو اللي منعنا نعطي مثلا مكافأات مجزية شو اللي منعنا نساهم أن يكون مثلا ينضم إلى المنتخب أو يكون منضم التشكيلة تشكيلة المنتخب العامة شو اللي منع مثلا أن يكون له وضعه في النادي حتى أترك حتى مثلا ما مثل المنتخب يكون له وضعه في النادي يكون له اسم في النادي مثلا شو اللي منعني يصل له حفل تكريم مثلا وتأهي اللاعب وتخليه يعني ياخذ وضعه في النادي كلما حس اللاعب أنه ما أخذ وضعه لمستوى المتميز كل ما ارتاح في نادية لكن إذا مثلا هضم حقه المادي وهضم حقه الإعلامي أكيد رح يبحث عن وسائل أخرى حتى وإن كانت أساليب ملتوية وإن كانت غانونية فيبحث عن هذا الأساليب من أجل الانتقال الخارجي شوف فرصة للبحث عن الذات وصلنا 2010 العالم كلها احتراف وإحنا للحين اللاعب عمره 6 سنوات يسجل في النادي ما يسمح لك الانتقال بس الأخوي أبو عبد الله أنت كنت من عضو مجلس إدارة من السر شنو أبرز المشاكل كانت تتواجه اللاعبين ويطرحون عليكم كعضاء في المجلس طبعا يعني الماديا لله الحمد يعني بعد وجود الاحتراف الجزئي حل بعض المشاكل لكن أغلب اللي اللي يتواجه هي طبعا التفرق التفرق طبعا هو العائق الكبير ومشاكل اللاعبين من خلال إذا كان بيشارك مع النادي في معسكر أو من خلال مثلا عنده مباراة مثلا في وقت مبتشر وعنده دوام فعنده يعني مشكلة في هالموضوح هذا فطبعا أكثر شيء اللي قاعد يواجهناه طبعا التفرق هذا أكثر شيء بالنسبة لله معنا صادر فيها قانون يعني مجلس طبعا ما يتطبغ يعني ما شفنا صراحة إلا بعض يعني تلاقي المسؤولين زال الله خير إنه يغدل الموضوح هذا لكن ممكننا يرفضه وممكننا ما يمشي وبالتالي يعني الهيئة ما تقدر تشوي شيء يتعطيك كتاب صح وانتو حظك يعني مشوك كل ما مشوك لكن إذا على موضوع يمكن إصام الحضري ما ودنا تطرغ له طبعا مصر موجود الاحتراف وإصام الحضري أكيد موقع عقد احترافه كل شيء يمكن هي على نهاية عقده أو غيره أنا أتوقع يعني فمو لاعب هاوي هو لاعب محترف فما نغارنه مشكلة بالذات اللي عندنا اللاعب الهني احنا أغلب الأندية يعني اتكلم عن نادينا مثلا أي فرصة تيجي لاعب بالعكس يعني لما يكون عرض جدي يعني أنا مثلا يجيني واحد يقولي والله أو يجي لاعب مثلا يقولي والله أنا جاني عرض مثلا خليه قد يدمون لك خاصة نتكلم عن أقدر خارجي